الامام محمد الجواد تاسع ائمة اهل البيت عليهم السلام ابوه الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام وامه السيدة سبيكة كنيته ابو جعفر الثاني ومن اشهر القابه عليه السلام الجواد التقي المنتجب القانع باب المراد والمختار ولد عليه السلام في المدينة المنورة في العاشر من شهر رجب عام مئة وخمسة وتسعين للهجرة تولى الامامة وعمره سبع سنين فبعد استشهاد ابيه الرضا عليه السلام في خرسان اتجهت الانظار اليه وحضر الى بيته في المدينة الشيعة من كل حدب وصوب حتى يقف على وجه الحق في مسألة الامامة بعد ابيه الرضا عليه السلام وكان من امرهم ان سألوه ثلاثين الف مسألة اجابهم عليها كلها فاطمأنت نفوسهم لامامته حير العلماء بعلمه الداخري واجاباته على اعقد المسائل وصقى عقول الناس من فيض علمه ونبع حكمته امضى الامام الجواد عليه السلام حياته في خدمة الامة وتوجيه الناس الى الصراط المستقيم رافعا لواء الحق والعلم محاورا العلماء والفقهاء مبينا احكام الشريعة ومجيبا عن المسائل الفكرية والفقهية بالدليل والمنطق القرآني والسنة النبوية الشريفة وعندما استولى المعتصم على الملك وسمع بفضائل ومناقب الامام الجواد عليه السلام وبلغه غزارة علمه اضطرمت نار الحسد في قلبه وصمم على القضاء على الامام فاستدعاه الى بغداد وعندما توجه الامام الى بغداد جعل وصيه وخليفته ابنه علي النقي عليه السلام ونص على امامته عند كبار الشيعة وثقات الاصحاب ثم ودع الامام اهله وولده وترك حرام جده صلى الله عليه وآله وذهب الى بغداد بقلب حزين ودخلها في الثامن والعشرين من شهر محرم سنة مئتين وعشرين للهجرة وفي اواخر تلك السنة قامت زوجته ام الفضل بنت المأمون بوضع السم له بعد تحريض من عمها المعتصم لانه كان عليه السلام يرجح ام الامام علي النقي عليها فاستشهد عليه السلام في الخامسة والعشرين منذ الحجة عام مئتين وعشرين للهجرة فانا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين